قال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية بأنه عند الساعة الرابعة وأربعين دقيقة تقريبا من صباح يوم أمس الخميس تعرضت مصفات تكرير البترول في الرياض لاعتداء بطائرة مسيرة عن بعد ونجم عن الهجوم حريق صغير تمت السيطرة عليه ولم تترتب على الاعتداء إصابات أو وفيات كما لم تتأثر أعمال المصفاه ولا إمدادات البترول ومشتقاته نقلا عن وكالة الأنباء السعودية واس وأكد المصدر في تصريحه أن المملكة العربية السعودية تدين بشدة هذا لاعتداء الجبان وتؤكد أن هذه الأعمال التخريبية والإرهابية التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية في مناطق مختلفة من المملكة لا تستهدف المملكة وحدها وإنما تستهدف بشكل أوسع زعزعة أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم وبالتالي فإن التأثير سلبا على الاقتصاد العالمي وكرر المصدر الدعوة التي وجهتها المملكة إلى دول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الاعتداءات التخريبية والإرهابية والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها ترجمة نانسي قنقر